توفى فجر اليوم الثلاثة القيادة اليسارية السابق محمد بن سعيد أي تيدر بالمستشفى العسكري بالرباط حيث كان يرقد ويتلقى العناية الطبية الراحل كان من آخر رموز الحركة الوطنية بالمغرب والسياسي العفيف الذي عاش متواضعاً قريباً من كثة فئات المجتمع المغربي فضلاً عن إسهاماته الكثيرة في مختلف المجالات وسوار جثمان الراحل غداً الأربعاء بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء